نظمت رابطة العالم الإسلامي بتعاون مع المركز الإسلامي والثقافي ببيكسل الملتقى الثالث للأئمة والدعاة تحت عنوان واقع الأمة بين الحاضر والمستقبل جاءت هذه المبادرة التي ترأسها سعدت الدكتور جمال بن صالح مؤمنة مدير المركز موازية مع الظروف الراهنة التي يشهدها العالم الإسلامي سيما مشاكل التطرف والتفرقة والخلافات الطائفية والتباعد بين المذاهب كما نقشت أيضا قضايا لحلحلة أزمات الجالية المسلمة التي تعيش تحت الثقافة الغربية شكر الحاضرون جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعمه المتواصل للأمة الإسلامية والمسلمين عامة وأبدو تأييدهم لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمواقفه الجادة تجاه الأزمة اليمنية الجدير بالذكر هو أن العلماء والدعاة والأئمة يتابعون عن كتب وبكل دراية عميقة تطور هذه الظواهر والأحداث التي تعصف بالشباب ليس في البلدان العربية والإسلامية فحسب بل حتى وسط الأقليات والمجتمعات التي تعيش بالغرب بأن لا يأخذ الفتوى إلا من العلماء الموجودين الذي يعيش في بلجيكا يجب علي أن لا يأخذ الفتوى إلا من عالم في بلجيكا الذي في فرنسا ألا يأخذ إلا من فرنسا لأن علماء المكان هم الأعرف مثل هذه الأمور أيضا أرجوهم أن لا يكون لهم دور تجاه قضاياهم العربية والإسلامية إلا بالخير وليس مزيدا من التصعيد يجب أن يكونوا محضر ائتلاف وصلح وخير وليس محضر فتنة واختلاف وأن يقدموا بأخلاقهم وسلوكهم المظهر الإيجابي للعربي والمسلم أمام غير المسلمين في أوروبا وفي غيرها مواضيع قدمت وأسئلة طرحت للبحث عن المنهج الصحيح خاصة أمام هذه الفتن التي لم تترك فكرا إلا وأصبت منه نصيبا ولحالة مشاكل الجالية المسلمة بالديار البلجيكية خاصة والأوروبية عامة سيما الاندماج والتعايش وتطرف أبناء الجالية الذي قد تبين أنهم هم الضحايا الأوائل للتيارات الراديكالية والإرهابية والعقائدية الباغية التي ليس للإسلام فيها ناقة ولا جمل عصفة الحزم التي قادها الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله بنصر حيث بدأ موقفا حازما قويا تجاه هؤلاء الذين حاولوا أن يلوا إرادة الأمة العربية ووضع كل شيء في نصابه وأيادته قوات من الدول صديقة متحالفة معه والآن يحفظون معارك ضد هؤلاء الذين أرادوا أن ينقضوا على الإسلام وعلى أمة العروبة ولقد أشار سعادة الدكتور فضيلة الشيخ عيسى عبد الله الغيث وهو عضو من مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية إلى القاعدة الثلاثية التي يمكن الانطلاق منها للنهوض بالفكر الصحيح الإسلامي وهي كالآتي التطرف عوامله وكيفية العلاج ثانيا التحزبات التي تختلف حزب السياسة والثقافة والعقيدة النقطة الثالثة والأخيرة المعرفة العميقة بأصول الفقه والله أنا أنظر إلى الجالية المسلمة المقيمة في بلجيكا بأن عليها دور كبير في إبراز سماحة الدين الإسلامي إبراز القدوة الحسنة في السلوك تعزيز التواصل الأسري المساهمة في الاندماج في المجتمع البلجيكي والمساهمة في تنميته على نحو إيجابي العلماء والدعاة والأئمة الذين شاركوا في هذه الندوة تنوعت مداخلاتهم وتشعبت في ميادين عدة سيما الاقتصاد والاجتماع والسياسة والعاقدة والثقافة حتى يقدمون للجمهور رسالة ملمة لكل القضايا التي يمكن من خلالها النهوض بالأمة الإسلامية ملتقى الدعاة والأئمة هنا بالعاصمة الأوروبية بريكسل أصبح منارة للشباب داخل وخارج العالم الإسلامي الدعاة والأئمة رحبوا بمبادرة المملكة العربية السعودية اتجاه اليمن وأكدوا على أن هذا القرار له قرار حكيم تفتخر به الأمة الإسلامية محمد العباني الثقافية بريكسل